اتعرض احمد رفعة لاعب نادي فيوتشر لازمة قلبية مفاجأة وقت مباراة فريقه ضد الاتحاد السكندري ورصدت الكاميرات لحظة وقوعه واللي خضت كل اللي موجودين في الملعب واللي بيتفرجوا على الموتش كمان وخليتهم في حالة من الرعب بعدما ظهر اللاعب وهو فاقد للوعي تماما وبسرعة نزل الجهاز الطبي لأرض الملعب عشان يسعفوا اللاعب وبعد كده نقلوا رفعة لأقرب مستشفى موجودة للاستاد عن طريق عربية الاسعاف ورفض الجهاز الفني للفريقين انهم ما يكملوا الموتش واللي كان فاضل عليه دي او نص وفعلا صفر الحكم ونهى المباراة وفي المستشفى الدكاترة استعانوا الجهاز التنفس الصناعي بسبب ان اللاعب بيتنفس بواطئ جديد والتنفس عنده مش مستقر واتنقل للعناية المركزة عشان يخضع لجهاز الصدمات واللي استجابت ليه عضلة القلب والحالة حاليا مستقرة عن الاول ولكن الدكاترة قالوا انه هو لازم يتنقل لمركز متخصص للقلب واكد مراسل اون تايم سبورتس ان الصيام ملوش اي علاقة باللي حصل لرفعة وانه هو كان بيتنفس بشكل طبيعي في المباراة وحرص محمد نصلحي رئيس نادي الاتحاد انه هو يتواجد قدام المستشفى عشان يطمن على حالة رفعات ما تنساش تتابعنا عشان يوصلك تطورات الموضوع اشتركوا في القناة